سياسية مغلفة بصفاقات عسكرية فقد أعلنت موسكو أنها ستبدأ بتسليم منظومة صواريخ S-400 الدفاعية لتركيا العام المقبل نشر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لمنظومة S-400 الروسية كان قد أثار غضب واشنطن التي اعتبرت أن ذلك قد يشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأمريكية الصنع المستخدمة في تركيا بما فيها طائرات F-35 يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية التركية توترا غير مسبوك عادت إلى الواجهة منظومة الصواريخ الدفاعية S-400 التي تعزز الأمن والاستقرار حسب موسكو وتخل بميزان القوى حسب من يواجه هذه المنظومات تلعب دورا مفصليا في عقيدة القوات المسلحة الروسية وبالنسبة لقوات الغرب هي المنطقة المحظورة يعني ذلك أن قوات الناتو لا يمكن أن تتحرك في المرمى المجدي لهذه المنظومة دون أن تكون معرضة للخطر التذكير بموعد تسليم السلاح يأتي على خلفية معطيات جيوسياسية ترسم خريطة جديدة للتحالفات الدولية تنسيق روسي تركي وتناغم في المواقف حول الملف السوري عندما كنت في أنقرة قبل أيام اتفقت مع الوزير شاوشولو على أن فصل النصرة على المجموعات المسلحة المستعدة للمشاركة في التسوية أولوية وأمل أننا سنلتقي قريبا بل سنصل إلى اتفاق تفرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وتركيا تدفعهما إلى أحضان بعضهما البعض لا تسرع موسكو بالرد على العقوبات الأمريكية وتمتن علاقاتها مع دول لا تتدخل بالملف الأوكراني أو الجورجي ولا تضع شروطا سياسية على أي صفقات عسكرية أو اقتصادية رابحة تصر تركيا على المضي قدما في مواجهة الولايات المتحدة وعلى شراء المنظومات الصاروخية الروسية رغم تحذير الولايات المتحدة دخول الاس 400 إلى ترسانة ثاني أقوى جيش في حلف الناتو يثير قلق الولايات المتحدة ويشكل سابقة قد تترك أثرا ناهيك عن تداعياتها على العلاقات الثنائية الأمريكية التركية وارتداداتها في المنطقة محمد حسن تلفزيون العربي موسكو ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي كما ينضم إلينا من موسكو يافجيني سيدروف الكاتب الصحفي الروسي وينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الدكتور حسن مني من الباحث السياسي المختص في الشأن الأمريكي سيد يافجيني أبدأ معك ما الرسالة من وراء تسريع تسليم تركيا لهذه المنظومة S400 وما مصلحة روسيا في ذلك نعم أولا كل عام وانتم بخير جميعا وثانيا طبعا بالنسبة لهذا الإسراء الروسي ربما يأتي هذا لسببين أولها أولهما تلبية لطلب تركيا التي ربما تسرع في حماية مجالها الجوي بشكل كامل لأن تركيا ترى أن ما بحوزتها من وسائل الدفاع والدفاعات الجوية لا يكفي لتغطية سماعها في وجه المخاطر المحتملة ومن جهة أخرى روسيا ربما تريد أن تستغل الآن الخلافات القائمة بين أنقارا وواشنطن لربط تركيا بسياستها بسياسة روسية فيما يتعلق بأهم الملفات الدولية الإقليمية بطبيعة الحال يأتي في مقدمتها الملف السوري حيث تأمل موسكو بأنها تستطيع أن تنسق وتتفق مع أنقارا حول طرق التعامل مع ما هو الأصعب الآن في ما يتعلق بالوضع في سوريا وهو الوضاع المحيط بإدلب ومستقبلها سيد سعيد الحاج أشار السيد يفجيني إلى استغلال الخلاف الأمريكي التركي لجذب تركيا إلى المعسكر الروسي إن صح التعبير ولكن لماذا تخاطر تركيا بعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت مضطربة في هذا التوقيت بالانجرار نحو المعسكر الآخر بشكل كامل مساء الخير لك يا ولد ضيفين والمشاهدين وكل عام وأنتم بخير بطبيعة الحال ملاحظ أن روسيا تستثمر في هذا التوتر بالعلاقة بين أنقارا وواشنطن وتريد أن تحتوي أكثر تركيا المهمة من المنسبة لها في الملف السوري وبعض قضايا المنطقة والجيش الثاني في الناتو كما أشارتم لهم في التقرير قبل قليل أن تحتويها أقرب لها وبعيدا على الناتو وهذه مصلحة سورسية واضحة لكن أيضا تركيا تنظر للأمر من ميزان أو من منظور منها القومي بمعنى تركيا ما زالت حتى الآن رغم كل ما تنتج ورغم الأزمات التي تحيط فيها ما زالت مفتقلة لنظام دفاعي صاروخي أو جوي وبالتالي هي حاولت قدر الإمكان قبل ذلك خيبت أمل ربما عاشتها تركيا بتعبير أساس الأتراك من منظومة الناتو من الولايات التحد الأمريكية والحلفاء الأوروبيين أولا بسحبهم بطريات باتريوت التي كانت منتشر على الأراضي التركية منذ عام 2013 سحبت ولم يجدد لها في آب أغسطس 2015 وثانيا رفضوا بايع تركيا أي منظومة دفاع وبالتالي لم يريدوا لها أن تشتري من روسيا أو من الصين كما حاولت سابقا ولم يريدوا أيضا أن يزودوها بهذه المنظومة الصاروخية وبالتالي تركيا وجدت نفسها مضطرة ربما أن تذهب لهذا الخيار مؤخرا ومؤخرا فقط بعد إبراع أس 400 مع موسكو عرضت واشنطن على أنقرة النقاش حول باتريوت سيد سعيد على الرغم من هذه الخلافات وعلى الرغم من أن العلاقات اليوم في أسوأ أحوالها بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تركيا هي عضو في حلف الناتو كما ذكرت وكما أشارت تقرير والعقيدة العسكرية للقوات التي تتشارك مع بعضها داخل حلف الناتو تعتبر روسيا العدو الأول إذن كيف يمكن الموازنة بين عقيدة حلف الناتو التي تركيا هي جزء منه وروسيا التي يعتبرها هذا الحلف عدو واليوم تتشارك معها بشكل أوسع وأكبر تركيا هذا كلام صحيح وسليم جدا وفي مكانه في نهاية المطاف بطاريات S400 سوف تعتبر الأسلحة حلف شبال الأطلس هي العدوة التي تواجهها بطريقة أو بأخرى وبالتالي أولا هذا خطر على منظومة السلاح لحلف شبال الأطلس وهي ربما لن تفيد تركيا لدفاع عن جميع الأخطار وبالتالي هي ربما ستحتاج أيضا لمنظومة أخرى تدمجها معها وهذا تحدي كبير جدا يتحدث به خبراء العسكرية الأتراك أنه من الصعب التدمج بين الأمرين بين السلاح روسي وبين السلاح أطلسي وأيضا كيف يسنسق ذلك على الأرض وما إلى ذلك لكن النقطة الأهم أن تركيا صحيح عضو في حلف شبال الأطلس لكن العلاقات داخل الحلف والعلاقات في الساحة الدولية لم تعد هي نفسها علاقات الحلف أيام الحرب الباردة ولا حتى تسعينات القرن الماضي تركيا أرضية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا حتى عن الأزمة الحالية هي أرضية متوترة أزمات متلاحقة متعلقة حتى بالأمن القوم التركي عندما نتحدث عن الكيان الموازي هو كيان متهب بالوقوف خلفها محاولة انقلابية في تركيا عندما نتحدث عن الدعم الأمريكي للفصائل الكردية المسلحة في سوريا فهي مصنفة إرهابيا وتحاول إنشاء كينونة سياسية معينة أو كيان سياسية معينة على حدود تركيا الجنوبية وبالتالي الأمر أيضا مرة أخرى متعلقة بالأمن القوم التركي طيب لماذا روسيا ولديها بداء التركيا إلى محاولة الاستقلالية نوعا ما أو التوازن حاولت مع الصين في عام 2013 وبضغط من حلف شمال الأطلسي ربما ذهبت إلى الخيار الروسي لكن عندما سدت أمامها الأفاق تماما والتصنيع الداخلي المحل الذي تعمل عليه سيأخذ وقتا طويلا جدا ربما هناك استشعار لخطر بطريقة أو بأخرى وربما تدرك أنقرة أيضا أن التقارب مع موسكو هو أكثر عوامل الضغط أو أوراق الضغط على التحالف الأطلسي ربما هذا أتى بنتيجة أو عن ما بالنهاية واشنطن مؤخرا جدا كما ذكرت قبل قليل عرضت على أنقرة الحوار تريد أن يكون ذلك بديلا عن أسر 400 وإنما أمران أو أمرين مكملين بعضهما البعض دكتور حسن من أيمن الولايات المتحدة الأمريكية لوحت بعقوبات على تركيا في حال أقدمت على هذه الخطوة ما هو المتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية في وقت العلاقات بين الجانبين في أسوأ مراتبها لأن شعار المرحلة أمريكيا هو التصعيد والتفريط مع تركيا فواقع الحال بأن المتوقع أن تكون الخطوات المقبلة هي خطوات عقبية ويلحقها تصعيد من الجانب التركي كذلك ولكن علينا أن نلاحظ هنا بأن الخطر على الأمن التركي الخطر الصاروخي على الأمن التركي مصدره السلاح الروسي من سوريا تحديدا ليس هناك خطر آخر صاروخي يهدد الأمن التركي ويتطلب هذه المنظومة إذن روسيا تقوم في هذه المسألة بدور مشعل الإيران والإطفاء في هان واحد هي هذه قدمتها الولايات المتحدة لموسكو حقيقة ولا تلام روسيا على استغلال الضرف هي الإهمال الأمريكي للتركية والإساءات الأمريكية للتركية وما قابلها حقيقة من الجانب التركي من إساءة فهم الواقع الأمريكي وبالتالي عدم الاستفادة من الخرص التي كانت متاحة أدت إلى تباعد وإن كان مرحليا تحدثتم عن خطوات عقابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما شكل هذه الخطوات لأنه في كلام عن إمكانية نقل مصانع الأس 35 من تركيا إلى إسرائيل يعني هل نتحدث عن عقوبات اقتصادية أم يمكن أن يتطور الموضوع إلى أبعد من ذلك واقع الأمر بأن العقوبات لابد لها من وجهة نظر أمريكية في ظل الطبيعة المشخصة لسياغة القرار في الولايات المتحدة من أن يكون لها جانب استعراضي أي لابد أن تبدو كأنها مؤلمة نذكر هنا كيف أن مثلا الرئيس الأمريكي ادعى بأنه هو من أسقط الليرة التركية وقدم بذلك حقيقة هدية لأردوغان الذي تمكن من إلقاء اللوم على الولايات المتحدة بدلا من التعاطي مع الأزمة الاقتصادية الداخلية في تركيا نستطيع أن نشهد المزيد من هذه العقوبات التي هي حقيقة معدل الاستهلاك المحلي طبعا هناك من يدرك ولسيما في المؤسسة الدفاعية في الولايات المتحدة بأن المحافظة على العلاقة مع تركيا أولوية ولكن اليوم أقرار سياسي وآن مرحلي وليس دفاعي وعلى المدى البعيد أعود إليك سيد يفجيني سيد يفجيني الهدف هو جذب تركيا فقط أم ضرب الناتو من قبل روسيا من خلال تزويد تركيا بهذه المنظومة منظومة S-400 لا أعتقد أن هناك هدف لضرب الناتو هو ربما حركة استعراضية من قبل موسكو لتبين أو تستعرض للغرب أنها ليست وحيدة وبإمكانها جذب تركيا كحليف له ولكن لابد هنا من ملاحظة أن روسيا تنظر إلى تركيا على أنها حليف مرحلي لا أكثر من ذلك من الصعب أن يتصور المرء كما يقول البعض في روسيا أن تركيا ستظل حليفة لموسكو على المدى البعيد لأنها أولا عضو في الناتو ثانيا لديها علاقات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة حتى إذا أخذنا بعاني الاعتبار الملف السوري هناك موضوعيا تقارب بين تركيا والولايات المتحدة يلوف في الأفق لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تسيطر قوات النظام على مناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وهذا ما يضع واشنطن موضوعيا في تحالف مع تركيا التي طبعا تحارب قصد أو قوات سوريا الديمقراطية بحجة أن هناك عناصر إرهابية نحن عندما نتحدث عن منظومة صواريخ S-400 هذا لا يقف عند هذا الحد بل هذا يتطلب تدريب وتأهيل جنود أتراك لاستعمال هذه الصواريخ واستخدامها وبالتالي الارتباط بين تركيا وروسيا ما يخشى منه البعض هو تحول هذا التقارب إلى تحالف استراتيجي في ظل الخلاف التي تعيشه تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاتحاد الأوروبي ومع الغرب بشكل عام هذا صحيح من جهة ولكن من جهة أخرى أعتقد بأن أردوغان يحاول قتل عصفرين بحجر واحد كما يقال وهو بلا شك بالحفاظ على علاقات براغماتية مع روسيا لا يريد تباعدا كاملا مع الولايات المتحدة ما يدل عليه التصريح الأخير الذي أدل به مؤخرا وزير الخارجية التركي شاو شغلو الذي قال إنه لا يريد تدهورا شديدا للعلاقات مع الولايات المتحدة ولكن حسب قولها على الولايات المتحدة أن تغير موقفها من التعامل مع تركيا في هذا الوقت بالذات هذا الكلام وراءه نية تركيا الحفاظ على نوع من علاقات تبعية مع واشنطن رغم أن تركيا تشتري الصواريخ S-400 في العام المقبل قبل عام مما كان أعلن عنه سابقا لأنه كان من المقرر أن تدهور هذه التعامل في عام 2020 ونحن أتحول لسيد سعيد الحاج ما حصل الآن هو تغيير إلى 2019 ما حدود العلاقة بين روسيا وتركيا هل نحن أمام مرحلة جديدة أو تحولات في التحالفات الاستراتيجية لتركيا بعد الذي جرى؟ لا أنا لا أعتقد ذلك أنا أتفق مع الضيف من موسكو أن كل الطرفين روسيا وتركيا تدركان أن التقارب بينهما الآن تكتيكيا وليس استراتيجيا يعني بعيدا عن منظومة S-400 التي لا يمكن أن تحمي تركيا بشكل كامل وستحتاج لمنظومة غربية أخرى تحميها من أخطار من الناحية الأخرى حتى على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاستراتيجي خلفية العلاقات التركية الروسية المطامع الروسية الخلاف في سوريا الخلاف في القوقاز الخلاف في البلقان والتنافس هناك البحر الأسود إقليم القرم في أكوريا كل هذه الملفات الحقيقة تقول أنه صعب جدا الحديث عن تحالف استراتيجي بين تركيا وبين روسيا لكن تركيا تحاول قدر الإمكان أن لا تعتمد فقط على المحور الغربي لكنها تدرك أنها في المقابل أيضا لا يمكن لها أن ترمي أو أن تضع كل بيضها في السلة الروسية ولذلك هي تحاول قدر الإمكان اللعب على الهوامش الرمادية في الخلافات الروسية الأمريكية تحاول قدر الإمكان أن تنوع وتعدد علاقاتها في السياسة الخارجية وأيضا مصادر تسليحها لأن هذا يعطيها نوعا من الاستقلالية ونوعا من المرونة في سياستها الخارجية لكن على مدى البعيد هذا لن يكون في هذه الحالة في ظل هذه التوازنات التقيقة لا يمكن أن العلاقات التركية الأمريكية أقوى أن القطيق بطبيعة الحال لكن نحن نتحدث الآن عن أزمة علاقات بين أنقرة واشنطن في نهاية المطاف المشكل في الأمر أنه رغم إدراك تركيا لهذه الهشاشة في العلاقات التركية الروسية ورغم أنها ما زالت حتى اليوم تتحدث عن رغبة في التسوية مع واشنطن رغبة في حل المشكلات لكن ليس على قاعدة الإذعان والرضوخ للضغوط وما إلى ذلك واشنطن من طرفها ليست مدركة أن زيادة الضغوط على أنقرة تدفعه أكثر فأكثر نحو موسكو وليس العكس في المقابل أنقرة ترى أن زيادة التقارب والتنسيق مع موسكو يفترض أن يفرض ضغوطا معينة على واشنطن لتفتح مجالات معينة حصل ذلك قبل الانتخابات رأينا اتفاق حول مينبيج رأينا تعيين السفير أمريكي رأينا تسليم أول طائر الأف خمسة وثلاثين لكن السلوك الحالي لإدارة ترامب يذهب إلى اتجاه المعاكس يفرض ضغوطا على أنقرة لكن السلوك التركي المعروف الذي كان متوقعا هو عناد أكبر واختراب أكثر من موسكو لكن في المستوى الاستراتيجي بتإسمع رأي دكتور حسن في هذه النقطة بالتحقيق يعني دكتور حسن وفقا للتفكير الأمريكي وترامب وما يضعه من شعار الولايات المتحدة أو أمريكا أولا تقارب اليوم الروسي التركي هل سيؤدي إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بالنهاية لأنه كمان من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تقارب أكثر فأكثر تركيا من روسيا ومن المحور الروسي أم أنه سينعكس سلبا على العلاقة بين البلدين تركيا والولايات المتحدة الراجح هو التصور الثاني وليس الأول التقارب التركي الروسي ينظر إليه من جانب رئيس ترامب شخصيا على أنه استفزاز على أنه خروج عن الطاعة نعم المنطق هو منطق إذعاني المطلوب من الحلفاء بين مزدوجين هو الطاعة للولايات المتحدة الرضوط للولايات المتحدة لذلك هناك مجاهرة من جانب هذا الرئيس بعداء لا سابق له فيما يتعلق بالعلاقات مع دول عديدة ومنها تركيا كيف يجوز أن يتباهى رئيس أمريكي بأنه هو من هدم اقتصاد دولة حليفة بغض النظر عن صحة هذا التباهي لأنه خاطئ على أي حال ولكن نحن أمام عندما نتحدث عن أمريكا أولا نتحدث عن أمريكا التي تتجاوز منطق ندية في العلاقات مع الحلفاء وتصر على منطق الحضور لذلك أقول بأن طبعا هناك في واشنطن من لا يريد ذلك طبعا هناك في واشنطن من يدرك تماما بأن العلاقة استراتيجية مع تركيا ولابد لها أن تستمر كذلك ولكن في واشنطن أيضا هناك صف عريض من المعارضين للخصوصية في العلاقة مع تركيا ومن يريد لهذه العلاقة أن تتراجع وبالتالي فالرئيس الأمريكي ليس وحيدا في هذا الشأن رغم أن المؤسسات الأمريكية تدرك أهمية العلاقة على المدى البعض يعني كما تتعليق من السيد سعيد الحاج ولكن للأشرف انتهى الوقت البحث في الشأن التركي سيد سعيد الحاج شكرا لك كما أشكر الدكتور حسن منيمنى كنت معنا من واشنطن عبر سكايب الباحث السياسي ومن موسكو يفجيني سيدروف الكاتب الصحفي الروسي